دخلينا نروح لأرض الملعب وزميننا فاروق صلاح واستكمال اللقاءة المهمة اتفضل فاروق جديد كل التحياليك كابتن ايسا بكل التحيال كل مشاهدينا مشاهدينا متابعي شاشة قناة النادلالي في كل مكان انا في هذه الاسناب ينضميلي الكابتن محمد داباسيوني المدير الفني الفريق سموحة كابتن محمد برحب حضرتك على شاشة قناة النادلالي مباراة في البدايات وواضح ان فريق سموحة اتأثر في بيه فترة التوقف الطويلة نهاردة امام النادلالي خصم قوي جدا خاصة عندك مواجهة صعبة كمان قادمة امام الزمالك بسم الله الرحمن الرحيم الاول طبعا بشكركم على الاستضافة دي وتاني حاجة بالنسبة لسؤال حضرتك هو طبعا مش فكرة ان احنا اتأثرنا بالتوقف هي احنا عندنا نهاردة سبع لعيبة غايبين من الفريق الاول والاصابات مختلفة يعني فكان يعني النهاردة احنا شاركنا باربع لعيبة هو ثلاث لعيبة من فريق الالفين واثنين اللي هو الشباب وكان معنا لعيب كمان من فرقة الفين واربعة اللي هو الناشئين فهي الغيابات دي اللي مؤثرة شوية معنا النهاردة سيد انه طبعا اول مباراة وتلعب النادي الاهلي هنا في ملعبه اكيد طبعا مباراة كانت تقيلة جدا على المجموعة اللي معنا بس يعني ان شاء الله كده من المباراة القادمة او بكتير التالتة نكون الفريق يكتمل يعني والشكل هيختلف ان شاء الله هان كده اكيد فريق سموحة يعني اكيد الشغل كله على اننا نكون مع الاول اربعة مراكز اللي هو صعود للمدارة المجمعة الاولى ده هدف مهم جدا بالنسبة لكم كده مهمة اه طبعا احنا كان هدفنا السنة دي احنا السنة اللي فاتت الفريق كان يعني بيمر بظروف مش كويس قوي فكنا خلصنا تاسع السنة دي كان تارجيتنا الرئيسي ان احنا ندخل الستة الاوائل وده كان في حد ذاته يعتبر بالنسبة لنا تحسن عن السنة اللي فاتت ده المكان الطبيعي المفوض لنا دي سموحة بعد ما حققنا الحمد لله التارجيت ده اكيد دلوقتي يعنينا على المربع التواجد في المربع واعتقد يعني بنسبة كبيرة للاهلي والزمالك طبعا حفظين مكانهم فيه فهتبقى المنافسة عندنا والتارجيت بتاعنا حيبقى الأساسي مع سبورتينج والبنك الاهلي والجيش ما بيننا احنا الاربع عنده دول يتنافسوا اعتقد عن مركز الثالث والربع أهم الأمور اللي صعبت عليك النهاردة اللقاء في مواجهة النادي الاهلي بجانب الغيابات اللي اتكلمنا فيها وضفع بالعدد باللعب من الشباب أهم العناصر إيجابية في النادي الاهلي أو طريقة لعب النادي الاهلي لا هو العناصر كلها قوية في فرقة النادي الاهلي التواجد المعظم اللعيبة بتقعوا حتى الشباب بيبقوا في منتخب مصر وفي احتجاج دولي مستمر طبعا ده بيخلي التنافس معهم بيبقى صعبة أكيد فرقة الاهلي بتبقى فرقة صعبة هو ده الصعوبة الأساسية وانت بتلعب الاهلي انت بتلعب تيم كبير يعني عشان كده مش لو انت ناقص لو انت مش مركز مليون في المية يعني حتى لو انت كامل بس انت مش في قمة تركيزك لا هتخسر المباراة لازم تبقى في قمة تركيزك عشان تقدر تفوز أو تحقق مباراة قوية مع النادي الاهلي شكرا محمد وبالتوفي إن شاء الله في المباراة القادمة بإذن الله شكرا لك